اشتركوا في القناة من عرب وبربر وروم خوارجة وفرس وقبط وتتر قد انضووا جميعا تحت لواء واحد يجمعهم إيمان ثائر راسخ الفتوة وحمية متلضية كالشرر وأخوة مذهلة لا تفرق بين البشر ولم يكن قادتهم أقل منهم ثقة بالنصر بعد أن ثملوا بحمية الظفر واختالوا بتلك القوة القوية التي لا يقف أمامها شيء وإيقنوا أن جيوشهم لا يمكن أن يلم بها الكلال فهي دائما فتية مشبوبة كمن طلقت أول مرة وآمنوا بأنها حيثما تحركت مشى في ركابها النصر والغلب وأنها ستندفع دائما إلى الأمام حتى يصبح الغرب المغلوب كالشرق يطأطئ الرأس إجلالا لاسم محمد وحتى ينهض الحاج من أقاص المتجمد يعني القطب الشمالي إلى أن يطأ بأقدام الإيمان الرمال المحرقة المنتثرة على صحراء العرب ويقف فوق صخور مكة الصلدة نعم لم تكن أيها الشاعر بعيدا عن الحقيقة أو هائما في أودية الخيال في كثير مما قلت فقد كانت الجيوش التي قادها المجاهدون لإخراج آبائك من جاهليتهم الجهلاء كما وصفت ففيها عرب أقوياء بالله هبوا إليكم من الشام من الحجاز من نجد من اليمن من كل مكان في جزيرة العرب كما تهب الريح المرسلة وفيها بربر أعزة بالإسلام تدفق عليكم من فوق جبال الأطلس كما يتدفق السيل العرم وفيها فرس عافت عقولهم وثنية الأكاسرة وفاءت إلى دين التوحيد وصراط العزيز الحميد وفيها روم خوارج كما قلت لكنهم خرجوا على الظلم والظلمات وانحازوا إلى نور الأرض والسماوات وهدوا إلى دين القيمة وفيها قبط رفعوا عن رقابهم نير العبودية للقياصرة ليعيشوا كما ولدتهم أمهاتهم أحرارا في أكناف الإسلام نعم لقد كان الجيش الذي قاده عبد الرحمن الغافقي وأسلافه لإنقاذ أجدادك من الجاهلية فيه الأبيض والأسود والعربي والأعجمي لكنهم إن صهروا جميعا في بوتقة الإسلام فأصبحوا بنعمة الله إخوانا وقد كان همهم كما ذكرت أن يدخل الغرب في دين الله كما أدخل الشرق من قبل وأن يجعل البشرية كلها تطأطئ الرأس لإله الناس وأن يعم نور الإسلام بطاحكم وأوديتكم وأن تشرق شمسه في كل بيت من بيوتكم وأن يسوي عدله بين ملوككم وسوقتكم وكانوا قد عزموا على أن يدفعوا أرواحهم ثمنا لهدايتكم إلى الله وإنقاذكم من النار وبعد فإليكم القصة الأخيرة لهذا الجيش وخبر بطله الفذ عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي تناهت إلى دوق أكتانية الأخبار المفزعة عن مصرع صهره عثمان بن أبي نسعة وبلغته أنباء النهاية الحزينة التي صارت إليها ابنته الحسناء مينيين فأدرك أن طبول الحرب قد دقت وأيقن أن أسد الإسلام عبد الرحمن الغافقي ممس في دياره أو مصبح فتأهب للدفاع عن كل شبر من أرضه دفاع المستميت واستعد للنضال دون نفسه ومملكته استعداد المستبسل فقد كان يخشى أن يساق هو الآخر أسيرا إلى دار الخلافة في الشام كما سيقت ابنته أو أن يحمل رأسه على طبق ويطاف به في أسواق دمشق كما طيف برأس لذريق ملك إسبانيا من قبل لم يكذب عبد الرحمن الغافقي ظن الدوق فانطلق بجيشه اللجب من شمال الأندلس كما ينطلق الإعصار وانصب على جنوب فرنسا من فوق جبال البرنيه كما ينصب السيل وكانت عدة جيشه مئة ألف مجاهد بين جوانح كل منهم قلب أسد وفي عروقه عزمة مارد يمم الجيش الإسلامي وجهه شطر مدينة آرل الواقعة على ضفاف نهر الرون فلقد كان له معها حساب ذلك أن آرل هذه كانت قد صالحت المسلمين على أن تدفع لهم الجزية فلما استشهد السمح بن مالك الخولاني في معركة تولوز وتضعضع المسلمون لمصرعه نبذ أهل آرل الطاعة ونكثوا العهد وامتنعوا عن دفع الجزية ولما بلغ عبد الرحمن الغافقي ضواحي المدينة وجد أن أود دوق أكتانية قد عبأ قواته الكثيفة عندها وحشدها حول تخومها وتصدى لرد الزحف الإسلامي عليها ثم ما لبث أن التقى الجيشان وجها لوجه ودارت بين الفريقين معركة طحون قذف خلالها عبد الرحمن الغافقي بكتائب من جيشه تحب الموت أكثر مما يحب أعداؤها الحياة فزلزل أقدام العدو ومزق صفوفه ودخل المدينة في هذه المرة حربا فأعمل السيف في رقاب أهلها وأثخن فيهم إثخانا وغنم منهم غنائم عزت على الحصر أما الدوق أود فقد فر بمن بقي حيا من جنوده وطفق يعد العدة للقاء آخر مع جيوش المسلمين فقد كان يعلم أن معركة آرلة كانت بداية الطريق وليست نهايته عبر عبد الرحمن الغافقي بجيشه الجرار نهر الجارون وطفقت كتائبه الظافرة تجوس مقاطعة أكتانية ذات اليمين وذات الشمال وأخذت المدن والقرى تتساقط تحت سنابك خيله كما تتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف إذا هبت عليها الرياح الهوج وأضاف المسلمون إلى غنائمهم السابقة غنائم لاحقة لم ترها عين من قبل ولم تسمع بها أذن وقد حاول دوق أكتانية أن يتصدى لهذا الزحف الكبير مرة أخرى فاشتبك مع المسلمين في معركة ضروس لكن المسلمين ما لبثوا أن هزموه هزيمة طاحنة وأنزلوا به نكبة ساحقة مدمرة ومزقوا جيشه شر ممزق وتركوا جنده بين قتيل وأسير وهزيم ثم تجه المسلمون إلى مدينة بوردو كبرى المدن الفرنسية آنذاك وعاصمة مقاطعة أكتانية وخاضوا مع أميرها معركة لا تقل هولا عن المعارك السابقة استبسل فيها المهاجمون والمدافعون استبسالا يثير العجب والإعجاب لكن المدينة الكبيرة الخطيرة ما لبثت أن سقطت في أيدي المسلمين كما سقطت أخواتها من قبل وما لبث أميرها أن قتل في جملة القتلى وأحرز المسلمون من غنائم بوردو ما هون في أعينهم كل ما أحرزوه من غنائم وقد كان سقوط بوردو في أيدي المسلمين فاتحة لفتح مدن أخرى كثيرة خطيرة أهمها ليون وبيزانسون وسانس وكانت هذه الأخيرة لا تبعد عن باريس أكثر من مئة ميل اهتزت أوروبا من أقصاها إلى أقصاها لسقوط نصف فرنسا الجنوبي كله في يدي عبد الرحمن الغافقي خلال بضعة أشهر وفتح الفرنجة أعينهم على الخطر الداهم ودب الصريخ في كل مكان يدعو العجزة والقادرين إلى الوقوف في وجه هذا الهول القادم من الشرق ويحضهم على التصدي له بالصدور إذا عزت السيوف ويدعوهم إلى سد الطريق أمامه بالأجساد إذا عدم العتاد فاستجابت أوروبا لدعوة الداعي وأقبل الناس على الانضواء تحت لواء شارل مارتل ومعهم الشجر والحجر والشوك والسلاح كان الجيش الإسلامي آنذاك قد بلغ مدينة تورا طليعة مدن فرنسا وفرة في السكان وقوة في البنيان وعراقة في التاريخ وكانت المدينة فوق ذلك تختال على أكثر مدن أوروبا بكنيستها الفخمة الضخمة العامرة بجليل الأعلاق وكريم النفائس فأحاط بها المسلمون إحاطة الغل بالعنق وانصبوا عليها انصباب المنون إذا جاء الأجل واسترخصوا في سبيل افتتاحها الأرواح والمهج فما لبثت أن سقطت بين أيديهم على مرأة شارل مارتل ومسمعه وفي العشر الأخيرة من شهر شعبان سنة أربع ومائة للهجرة زحف عبد الرحمن الغافقي بجيشه اللجب على مدينة بواتيه وهناك التقى مع جيوش أوروبا الجرارة بقيادة شارل مارتل ووقعت بين الفريقين إحدى المعارك الفاصلة لا في تاريخ المسلمين والفرنجة فحسب وإنما في تاريخ البشرية كلها وقد عرفت هذه المعركة بمعركة بلاط الشهداء كان الجيش الإسلامي يومئذ في ذروة انتصاراته الباهرة لكن كاهله كان مثقلا بتلك الغنائم التي انصبت عليه انصباب الغيث وتكدست في أيدي جنوده تكدس السحب وقد نظر عبد الرحمن الغافقي إلى هذه الثروة الطائلة الهائلة نظرة قلق وإشفاق وتوجس منها خيفة على المسلمين فقد كان لا يأمن أن تشغل هذه النفائس قلوبهم عند اللقاء وأن توزع نفوسهم في لحظات البأس وأن تجعل إحدى عيني الواحد منهم على العدو المقبل عليه وعينه الأخرى على الغنائم التي في يديه ولقد هم بأن يأمر جنوده بالتخلص من هذه الثروات الطائلة الهائلة لكنه خشي أن لا تطيب قلوبهم بذلك القرار الخطير وأن لا تسمح نفوسهم بالتخلي عن ذلك الكنز الثمين فلم يجد وسيلة خيرا من أن يجمع هذه المغانم في مخيمات خاصة وأن يجعلها وراء المعسكر قبل إنشاب القتال وقف الجيشان الكبيران بضعة أيام كل منهما قبالة الآخر في سكون وترقب وصمت كما تقف سلسلتان من الجبال إحداهما في وجه الأخرى فقد كان كل من الجيشين يخشى بأس عدوه ويحسب للقائه ألف حساب فلما طال الوقت على هذه الحال ووجد عبد الرحمن الغافقي مراجل الحمية والإقدام تغلي في صدور رجاله آثر أن يكون هو البادئ بالهجوم معتمدا على مناقب جنده بعد الله متفائلا بحسن طالعه في النصر انقض عبد الرحمن الغافقي بفرسانه على صفوف الفرنجة انقضاد الأسود الكاسرة وصمد لهم الفرنجة صمود الأطواد الراسخة وانقض اليوم الأول من أيام المعركة دون أن ترجح فيه كفة على كفة ولم يحجز بين المقاتلين غير هبوط الظلام على ميدان القتال ثم تجدد النزال في اليوم التالي وحمل المسلمون على الفرنجة حملات باسلة لكنهم لم ينالوا منهم وطرا وظلت المعركة تدور على هذه الحال سبعة أيام طويلة ثقيلة فلما كان اليوم الثامن كر المسلمون على عدوهم كرة واحدة ففتحوا في صفوفه ثغرة كبيرة لاح لهم من خلالها النصر كما يلوح ضوء الصبح من خلال الظلام عند ذلك أغارت فرقة من كتائب الفرنجة على معسكرات الغنائم فلما رأى المسلمون أن غنائمهم قد أوشكت أن تقع في أيدي أعدائهم إن كفأ كثير منهم لاستخلاصها منه فتصدعت لذلك صفوفهم وتضعضعت جموعهم وذهبت ريحهم فهب القائد العظيم يعمل على رد المنكفئين ومدافعة المهاجمين وسد الثغور وفيما كان بطل الإسلام عبد الرحمن الغافقي يذرع أرض المعركة على صهوة جواده الأشهب جيئة وذهاب وكر وفر أصابه سهم نافذ فهوى عن متن فرسه كما يهوي العقاب من فوق قمم الجبال وثوى صريعا شهيدا على أرض المعركة فلما رأى المسلمون ذلك عمهم الذعر وسادهم الاضطراب واشتدت عليهم وطأة العدو ولم يوقف بأسه عنهم إلا حلول الظلام فلما أصبح الصبح وجد شارل مارتل أن المسلمين قد انسحبوا من بواتيه فلم يجر على مطاردتهم ولو طاردهم لأفناهم ذلك أنه خشي أن يكون انسحابهم مكيدة من مكائد الحرب دبرت في ليل فآثر البقاء في مواقعه مكتفيا بذلك النصر الكبير لقد كان يوم بلاط الشهداء يوما حاسما في التاريخ أضاع فيه المسلمون أملا من أعز الآمال وفقدوا خلاله بطلا من أعظم الأبطال وتكررت فيه مأساة يوم أحد سنة الله في خلقه ولن تجده لسنة الله تبديلا هزت أنباء فاجعة يوم بلاط الشهداء نفوس المسلمين في كل مكان هزا عنيفا وزلزلت لهولها أفئدتهم زلزالا شديدا وعم الحزن بسببها كل مدينة وكل قرية وكل بيت وما زال جرحها الممض ينزف من قلوبهم دما حتى اليوم وسيظل ينزف ما بقي على ظهر الأرض مسلم ولا تحسبن أن هذا الجرح العميق الغائر قد أمض أفئدة المسلمين وحدهم وإنما شاركهم في ذلك طائفة من عقلاء الفرنجة رأوا في انتصار أجدادهم على المسلمين في بواتيه مصيبة كبرى رزئت بها الإنسانية وخسارة عظمى أصابت أوروبا في صميمها ونكبة جلا نكبت بها الحضارة وإذا شئت أن تقف على رأي بعض هؤلاء في فجيعة بلاط الشهداء فاستمع إلى هينري دي شامبون مدير مجلة ريفي بارليمنتير الفرنسية حيث يقول لو لانتصار جيش شارل مارتل الهمجي على العرب المسلمين في فرنسا لما وقعت بلادنا في ظلمات القرون الوسطى ولما أصيبت بفضائعها ولا كابدت المذابح الأهلية التي دفع إليها التعصب الديني المذهبي نعم لولا ذلك الانتصار الوحشي على المسلمين في بواتيه لظلت إسبانيا تنعم بسماحة الإسلام ولنجت من وصمة محاكم التفتيش ولما تأخر سير المدينة ثمانية قرون ومهما اختلفت المشاعر والآراء حول انتصارنا ذاك فنحن مدينون للمسلمين بكل محامد حضارتنا في العلم والفن والصناعة مدعوون لأن نعترف بأنهم كانوا مثال الكمال البشري في الوقت الذي كنا فيه مثال الهمجية وافتراء ما ندعيه اليوم من أن الزمان قد استدار وأن المسلمين وصلوا في هذا العصر إلى ما كنا عليه في العصور الوسطى فيا ليل أين النور إني حائر هل تنقضي أم ليس بعدك نور